موسيقى لطالما أمنت بالمعجزات تلك معجزات القدر التي تحيط بنا دائما ولا نشعر بها تختبئ بين الناس تنتظر من يشير إليها لتتشكل إما في كلمات أو اكتشافات أو حتى في مبنى أخبرنا البروفيسور في إحدى محاضرات العمارة التاريخية أن وراء كل نجاح ألم لم أعي تلك الجملة حتى قابلته تلك المعجزة التي ماتت على حافة الشهرة كانت البداية من ورقة بحث من أولى أبحاث رسالة الماجستير الذي كنت أحضره عن الجيتوي أرش كونستركشن كان عنوال تلك الرسالة كاف ليجعل ذلك الاسم يكفز إلى ذهن من يقرأه مصمم أشهر وأطول وأنجح جيتوي أرش قررت أن أستعين بتلك المعجزة لعلني أصنع معجزة معمارية أنا الأخرى وأنجز رسالتي كلبت المكتبة رأسا على عقب جمعت المعلومات من صديقنا جوجل وجميع كتب العمارة لعدة أيام ولكن شيئا ما كان مفتقدا طوال أبحاثي كيف تعيش تلك المعجزات؟ هل تتدخل إبداعاتهم في تفاصيل حياتهم لتجعلها كلها مثالية تماما كأعمالهم؟ أي ألم قد يولت تشكيلا بنائيا بذلك التعقيد؟ اتشاف العجائب أحيانا يكون بداية طريق الإبداع لذلك قررت أن أتعقب تلك الأعجوبة نيويورك فلملمت حقائبي وحماسي وصافرت استغرقت الكثير من الوقت والمجهود في البحث عن مقراتي العمل التي شهدت على تصميم الجيتوي أرش وعلى إجابات لأسئلتي دون جدوة حتى تلقيت يوما هاتفا من إحدى تلك الشركات أخبروني بأنهم يريدون مساعدتي في تجميع المعلومات عن ذلك المنشأ وسأساعدهم أنا أيضا لم أفهم كثيرا سبب هذا الاتصال المفاجئ حتى دخلت ذلك المكتب الفخ كان يجلس ذلك الوسيمة ذو البدعة الأنيقة والملامح الحدة خلف المكتب طيقنت بأنه مدير الشركة وسيروي لي سر ذلك المباني جيدا سيدا جيدا سيدا سيدا أنا جزيز جدا لأن تبطيتي هنا أعود على كل المتعلقات عن الجيتوي أرش وهي واحد من سيطر المراجبات المقاربين في المنشأ بدت عليه البلاها وقال مقاطعا سيدا 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 علمت بأنه لم يكن سوى السكرتير حين قابلت ذلك الرجل الذي كان يجلس خلف المكتب الآخر كان رجل موسمي قد غزى شعره البيض يحمل الملامح الأمريكية كثيرا تمعنا في وجهي بابتسامة دافئة صباح النور من وراء الشركة اتفضلي أنا سمعت أنك جاي من مصر عشان تعرفي بصد نجاح إيروسال أنا مبسوط جدا أنه أنا هي إحياء الجسة اللي أنا بحبها مع النامية مميزة زيك حديدك العرب بتاعك مصري قوي كده ازاي او لتعرف عربة ازاي أصلا أصلا أنا عشت في مصر حبة حلوية مع أولاتي التانية أصلا هي من مصر ومتعيج لها من مصر قوي ماشاء الله مام حديدك أنا مش النامية أنا مميزة من النامية وحب ده المشتير في الكيت وي ارش كونتسركشن بس عايزة أعرف قصة المعجزة صاحب المبنى ده اللي محدش قدر يعمل نفسه بدكة في الأبعاد زيه ديها ست مذكرات أول مرة هتطلق الكلام ده بره اسمعي كرأ لي بالانجليزية لقد كان ايرو سارنان فتى طموحا ورجلا مكافحا جدا في عمله مكافحا إلى حد كان ينهيه عن حياته الشخصية كان ايرو متعلق بأبيه كثيرا لم يكن ايرو يمنحه الوقت الكافي لقضائه معا كان ينغمس بين لوحاته بالساعات بينما يبقى ايرو تحت مكتب أبيه كان ايرو فخورا جدا بأول مبنى صممه مبنى كلينانز ميزيك هول نيويورك 1940 وزات يوم استحب ايرو ايرك لرؤيته لكي يدرك ذلك المبنى لمسة في قلب ايرك الصغير الذي يتجسم على شكل خيوط آلة الموسيقية وضع ذلك المبنى ايرو على طريق النجاح ثم ازداد عمله ليضيف منشأه الثاني ايروين كومفريند سنتر في مدينة كولامبوس انديانا الذي اطلق عليه التصميم الشفاف توالت الايام وصرقت الاعمال والتصاميم ايرو من عائلته تماما وكان الليل سارنن والد ايرو قريبا من حفيده ايرك واختيه سوزان ذات 9 سنوات كان يرافقه دائما ويرعاه ويرسم الضحك على وجهه كان الليل مهندس معماري مميزا جدا ولكن شيئا لم يأخذه عن احترامه لذاته وحبه لأحفاده ابرز اعماله كانت ذات يوم استقبلت عائلة السارنن بريدا من جيفرسون ناشنال اكسبانجن مامريل تحمل نتائج المسابقة التي اشترقت بها الليل ويرو سارنن في تصميم للجيتوي ارش كان الاسم المدون ايدات سارنن وهكذا احتفلت العائلة بالليل لنجاحه في المسابقة وبعد عدة ايام كانت ايام ايرو سارنن في استقرار بين العمل طوال الاسبوع وقضاء العطلة مع العائلة تلقوا هاتفا من تلك الوكالة اخبروهم على سوء التفاهم الذي حدث في المسابقة بان التصميم والمراد لم يكن لاليل سارنن بل كان لئر سارنن تعجب الاليل كثيرا ولكنه اقام احتفالا اخر لنجاح ابنية الذي لم يكن يتوقع بكريده ازداد غدب ايروك من ابتعاد والده حين عاد يوما من المدرسة ورأى والدته ليلي سوان تحضر صندوق الرحيل الى بلدة اخرى علم بقرار انفصالهم فصرخ بغضب سنوات كان ايرو يخوض حياة جديدة عشقا جديد بدأ من انترفيو نوقدة الفن الى تبادل الرسائل وشهر عسل في نفس العين كانت ايلين بيرنشتاين هي من خطف قلبه كانت تدعمه كثيرا في عمله كانت مصدر الهامه الذي ظهر في الام اي تي تشابت الذي قام بتصميمه بعد زواجه الثاني ساعده الهامه بايلين في تصميم تلك الكنيسة بتفاصيل مثالية بلا نوافذ مطلقا ولكن سيركلر سكايلايت في منتصف القاعة بشكل جذاب ومرت الايام انشأ ايرو عائلة جديدة بنفس المثالية التي نشأ بها بنايته الدالية وبات ايرك وسوزان يترددان الى المنزل ابيهم بين الحين والاخر ومن بين صباحات ايرو سارنان المتكدثة بالاعمال استحب ابنه ايرك الى تي دابل يو يو تارمنال وكان ذلك ثاني مبنى يؤثر به ايرو على ابنه ليغير حياته مجددا وكان ذلك لأنه تعلم انه سوف يكون شكرا و شكرا وكان ذلك ايرو سارنان مجددا أنا مرحباً. إيرو كان رجل يعمل كثيراً ويعمل كثيراً ويعمل كثيراً ويعمل كثيراً. ليس بس التعب، كان يعمل كثيراً. يعمل كثيراً ويعمل كثيراً. يفكر ويحلل ويخوض بنفسه روتين الناس والحركة داخل المباني. كالتالي كانوا يفتحوا في تلكتكت كونتر عندما يتواجه مع اخباره. إيرو كانت مرحباً بسرعة جميعاً. كانت مرحباً مرحباً من الثاني. كان يعمل كثيراً. أعمل كثيراً. أنا خبت هذا بحوال أصر لهدفي. ألا نشفه معه السر إيه له. يعني مثلاً البروفيسور قبل ما يجيء قال لي حكمه. أن وراء كل نجاح ألم. طيب يعني إيه لولد التفكير بالطريقة المميزة دي. خاصة تصميمه الجيد ويقرش. بينما كان إيرو سارل المنغمس في مبانيه وفي آليم. ازداد عليه الصداع كلما انهمك في العمل. حتى لم يستطع العمل. كانت آليم تضع يدها على لأسه وتهون عليه. وتساعده في العمل. كان يحبها لمساندته في كل شيء. كانت تحبه بإخلاص. تقدر عمله ونجاحه. وتكمل سعادته. أكملت آليم كل ما كان إيرو مفتقداً في حياته. تقبلت له طلاقهم بسبب تقصيرهم لبعضهم. وشهد الجميع على قصة حب إيرو وآليم القوي. كان إيرو يرسل الظهور ورسائل الغرامية إلى زوجته آليم. ليذكرها دائماً بما يكنه لها المشار واحترام. كان بارع في جذب زوجته كما كان بارع في تصاميمه. تقصير. أعتقد أن تقصير الظهور الغرامية الغرامية الغرامية. أحبك. لتغير كل شيء. لتجري في كل السعادة جانباً. وتصنع ألم يبني شيئاً ما. إنها لحظات. مجرد لحظات. لو علمنا قبل حدوثها عنها ما كنا أقدمنا على المضي في حياتنا. ربما كنا سنغير أكوال حديث المال. أو قد نتخطى عمل ما كان ينتظرنا ليحصرنا في أركان تلك اللحظات. نحاول الإنكار من هول الصدمة. نتمنى لو نغمد أعيننا ونفتحهم. لنجد أننا قد استيقظنا من الكابوس للتو. عاد إيرو إلى مكاناً كان يعرفه جيداً. لم يخبر أحداً عن مرضه وعن ما يشعر سوى طبيبه النفسي. عاداً يجد أريك وسوزان يكنون له نفس المشاعر والافتقاد. وكان الغفران قد وجد طريقه للليل. كان إيرو نادماً على الوقت الذي أضعاه بعيداً عن عائلته. شعر بأنه مدين لأريك فإحتضنه بصمت ورحل. رحل ليزور أولاده الآخرين مبنيها الذي كان يحبهم كثيراً. والذي قرر بأن يرفع الرايا البيضاء لإنجاب آخر. وهكذا توقفت حياة إيرو سارنند العملية. توقفت حياة إيرو سارنند العملية. توقفت حياة إيرو. توقفت حياة إيرو. توقفت حياة إيرو. بينما كانت تقرأ آلين آخر مكتوب تركه لها إيرو. أحد كذلك يثبيتك، يستعد ملتيني من قرريني بعد تنزيل الكوفيين بالكافيين من نهاية. Live and three nights of no sleep. Wa'li decided to put Rangona. You understood my language, my word. Thank you for being you. أنا تؤثرت قوي. الراجل ده ملحقش يتهنى حتى بنجاح مشروع اللي كيسبوه ولا يصلح عياله اللي رماهم دول. لا يجب الرغم. لا تتعبنيش. أنا ما قلتش رماهم. وبعدين هما مصرحين أصلاً. حضرتك عرفت إيرو سارنند عم طواله. قوي وأنا فخور بيه جدا ثم توقف عن الكلام لتواني تحجرت الدموع في عيني دموعا كانت تكفي لأعيب أنني كنت أتحدث مع إيركس سارنان شخصيا أغلق الكتاب لأرى المدون عليه مذكرات إيركس سارنان ثم أرضف ولو رجع به الزمن أرجع أحاول أقضي وقت أطول معه واجع تحت الترابيزة اللي بيرسم عليها وأقوله أني بحبه أنا جبتك هنا لما عرفت أني هقدر أيدي هي قصة والدي تاني إي أقلي حاجة دائما هفضل أحاول أعملها له عشان أرضي ضميري وعشان هو حقيقي يستاهل أنا عرف أن حضرتك اللي كتبت الكتاب ده إيرو سارنان دو أوركتكتو سو دفيوتر كانت فكرتي وأنا صورت الفيلم لتعلم الناس كم كان أبي أظيما وكم كنت أحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل هناك مهمك؟ معنى أنت أبداً هل هناك من الكلمات؟ ما زلتك بالاشتراك؟ شكراً هل هي نجة؟ ما زلتك؟ لا، لن أشكر أنت بعمل دائماً من الكلمة؟ هل يمكن أن تنبغه؟ لا، هل يمكن أن تنبغه؟ اروح بيت تاني. اتبوش كده عملي كده. يا الله. اتبت عشان انا لجي اتكلم انت كذبت. ماشي ماشي. ولكن زي ان لم يأخذها معك ومنزلتها بو يا فعل. ببز اعمالة وكانت. استقرار بين العمل طوال الاسبوع وقضاء العطلة مع العائلة.